لكل منطقة تدور فيها المعارك حكايتها ولمديرية طور الباحة في محافظة لاحج حكاية مختلفة فبعد أن عرفت هذه المنطقة تاريخيا بهدوئها البعيد عن تعقيدات المرحلة باتت اليوم حاجز صد لأي تقدم للجماعة الإنقلابية في سبيل محاولة وصولها إلى مركز المديرية وعند انتقال المعارك من عدن إلى المناطق الحدودية للحج أصبحت هذه السلسلة الجبلية تشهد أعمالا عسكرية وقتالا مستمرا المديرية التي تعيشه تحت ضغط الحرب منذ ما يقارب العام باتت اليوم مكانا يضم النازحين من مختلف مناطق القتال ونتيجة لحرب الميليشيا الممتدة التي شهدتها المناطق الجنوبية من تعز خاصة بعض قرى حيبان تحولت أجزاء كبيرة من هذه المديرية إلى خيام للنازحين كما أن أعدادا كثيرة من الأسر النازحة استقرت في بعض مساكن المواطنين ما تزال مديرية طور الباحة كغيرها من المناطق منسية الدعم وعلى الرغم من أهميتها كخط دفاعي عن محافظة عدن إلا أن ذلك لم يغير شيئا في سبيل دعمها على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر